موسيقى 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 عنا خلص يعني شي يوجول بشرفنا أنه نكون نحن معكم وعم نوصل رسالة وأهداف مركز سرطان الأطفال كل مرة من خلالكم أهلا وسهلا وهيدا ويجبنا صار وأصلا مثل ما أنتوا صرتوا بتحسوا أنه لازم يكون مرتبط دايما هيدا البرنامج بعطاءاتكم وبأهداف هيدا المركز كمان نحن منحس في مسؤولية كبيرة ريمة لحتى نوصل صوت هالأطفال وهالأهل اللي دايما عم بيكونوا إلى جانب أطفالهم ويمكن قد ما حكينا وحسينا فيهم غير ما نكون نحن بالمركز معكم أنتوا اللي عم بتشوفوا معانيتهم وحتى عم بتشوفوا فرحهم وبسطهم يعني كمان في شقان دايما بالمركز عم بتاعتوا خليني هيك نحكي بطريقة ملخصة عن المركز لأنه سبقوا حكينا كتير عن مركز سرطان الأطفال بس حلو نظلنا عم نذكر عن هالعطاءات أكيد حنحكي ملخص عن المركز لكل المشاهدين اللي كمان أول مرة بيكونوا عم يحضرونا مركز سرطان الأطفال افتتح بوايب وبنيسان الألفان واثنان وهو جمعية خيرية غير حكومية لا تبغى للربح هدفها الأساسي هو تأمين التمويل اللازم لتغطية كلفة علاج الأطفال المصابين بالسرطان المركز لليوم عم بيكون من افتتاحه لحد اليوم عالج أكتر من خمس تلاف الطفول وغطى لتكلفة الطبية تعاونهم هون تجدر الإشارة أنه المركز بالاتكالة الكلي على التبرعات وأهم نقطة من دون أي تكلفة على الأهل أبداً نحن نساندهم هون بالجانب المادة بزر الضغط النفسي اللي بيكون عندهم وأكيد نحن مواكبهم كمانا نفسياً أقل شيء أنه نكون عم نشيل عنهم هيدا التقل المادة يلي هو كثير كبير هون بنحكي عن التكلفة تعاول السرطان كلنا منعرف أنه السرطان العلاج تعاوله من أغل العلاجات بالعالم اليوم مدة العلاج تنتقد لك ثلاث سنين حسب الحالة أكيد وكلفة العلاج تتراوح بين 40 ألف دولار إلى 200 ألف دولار يمكن أن تصل إلى 200 ألف دولار حسب الحالة إذا كان هناك أغلقات لصمح الله وحسب ما يحتاج المريض هنا أهم شيء نكون نضوي على نسبة الشفاء نسبة الشفاء بمركز سرطان الأطفال التي تصل إلى 80% وفي حالات اللوكيميا المعروفة بسرطان الدم وهو 40% من الأطفال المصابين بالسرطان في لبنان لديهم اللوكيميا تصل إلى 92% رائعاً كبيراً ترى نتيجة كل العطاء وكما على المتبرعين هذا مثل ريوورد لهم نرى الأطفال يخلصوا العلاج تعاولهم وعن يكونوا يكفوا حياتهم وعن يجعوا ينضموا للمركز يعني عم تعطيهم فرصة حياة بكلمة عن الكلمة عم ترجع تقليلهم وعيشوا وكملوا حياتكم لأن كنتوا تستحقوا هذه الحياة فهون عن جد عم نحكي حقائق وأرقام أيما لأن اليوم كل مبلغ عم نعطها لمركز سرطان الأطفال في أطفال بحاجة للعلاج اليوم تكوني عم تحكي بها التكلفة الكتير عالية حسب الحالة منا هيني كرميل هيك فكرتي عبق كتير كبير على الأهل أول شيء بيسكي الراسهم وهي لهم خايفين على صحة طفلاً وهي لهم أنه كيف نؤمن هالمبلغ الكبير فمشكورين بدنا نقول أكتر أنه لكل حد عم بتابعنا لحب يساعد ما يقصر أبداً لأن التكلفة كتير عالية واللي مميز واللي حلو بالموضوع أنه نسبة الشفاء عم بتكون كمان عالية صح الحمد لله هيدا هي هيدا هو نتيجة هيدا هو الهدف مركز سرطان للأطفال تأمين العلاج وتأمين أفضل كمان علاجات للسرطان للأطفال والمرضى مية بالمية ذكرنا في نشاطين قبل ما فوت تفاصيل بهالأنشطة وكيف كانت خلينا نعرف أنا ذكرت أربع عشباط صار فيه اليوم العالم للسرطان أو هو معترف فيه اليوم العالم للسرطان خبرين عنه أكتر أربع عشباط هو عالمياً كل سنة هو اليوم العالمي للسرطان وهي مبادرة أطلق الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان اليو اي سي سي يلي هو نحنا كمركز عدو عدو فيه كمانا مديرتنا العام هي عدو بمجلس مجلس إدارته الهدف من الحملة يلي أطلق اليو اي سي سي هو تكثيف البحوث المتعلقة بالسرطان بالإضافة لنشر الوعي عن مرض السرطان وتحسين الخدمات للمرضى المصابين بالسرطان أهم شي موضوع نشر الوعي كرمال هيك نحنا مركز سرطان للأطفال بما أنه عم يغطي 50% من أطفال لبنان المصابين بالسرطان بيجدد تعهدوا مرة جديدة وبيكون عم بيوصل صوت جميع المرضى المصابين بالسرطان عالمياً من خلال اليو اي سي سي ومن خلال شاركتنا نحنا كمان بالاتحادات الدولية تمام مية بالمية يعني قد مهم هكي يوم لتفكير لمعاناتهم لتفكير بوجودهم وبنعرف احنا شو قطع مريض السرطان وما زال عم يقطع للأسف ريمة يمكن عدم قدرته على شراء الدواء أصلاً فيه ما عم بيلاقوا الدواء فللأسف هيداً المبكي يعني المشهد اللي بيأهريك ويواجعك انه هن موجوعين ومن السوقت مش عم بيلاقوا العلاج فيمكن هيدا الديت بيكون تفكير بمعاناتهم واهم شي كمان هون من خلال هيدا نهار العالمي تفكير للكل اهمية الشراكة واهمية الكل يكون ايد واحدة لنقدر نحصل على هيدا التغييرات لانه اذا ما منكون في اتحاد كرمال نقدر نغير ما منكون نعملنا الهدف الاساسي تعول الحملة الانترناشنال ولوكالي كمانا كيف تكملوا بعض يعني بقوة اكتر لاشخاص اللي بقمس الحاجة لدعمكم لكن محلياً وعالمياً اكيد ريما لكن ذكرنا اربع شباط يوم العالم للسرطان خمسة عشر شباط بخص الاطفال موضبط خمسة عشر شباط هو اليوم العالمي لسرطان الاطفال تحديدا بالاضافة للهدف الاساسي اللي هو نشر الوعي هيدا اهم مشغلة نشر الوعي عن السرطان وعن سرطان الاطفال تسليط الضوء على التحديات وكمانا زيادة التقدير للتحديات والصعوبات اللي عم يقطعوا فيها مرضى السرطان ان كان اطفال مراهكين او حتى الناجين اللي هن ابطال اللي يتغلبوا على المرض مع عيالهم عنوان الحملة لليوم العالمي لسرطان الاطفال اللي بتمتد على 3 سنين من هون الى 3 سنين وهي كشف التحديات هيدا اهم نقطة تحديات الصعوبات وكل المتغيرات اللي بيكونوا عم يمرقوا فيها كل اللي عم يتعاطوا مع سرطان الاطفال بضوء هول اليومين العالميين كان فيه نشاطات تعدى عالميا وطبعا مركز السرطان الاطفال كان قلو حسطوا من هدول النشاطات طبعا طبقنا بلان على السوشال ميديا كإنجيجمنت وتفاعل عالميا بعنوان كلوز داكهر غاب لليوم العالم السرطان الاطفال المركز كان قلو حسطوا بهالتفاعل بالإضافة للشامبينز اللي هن أبطال المركز بيحكوا تجربتهم وكمان القصة تعيتهم نضالهم مع المرد كيف تخطوا كل هالصعبات كيف تخطوا كيف مركز سرطان الاطفال كان حدهم ومساندهم بالإضافة نظمنا لحملات توعية بالجامعة بلمنان منكون عم ننشر الوعي الأسئلة الغامضة عن السرطان اللي عالم بعدها بتخاف منها منكون كلها عم نترحها عم نوضحها عم نشرح أكتر عن مركز سرطان الاطفال العالم تعرف أكتر عنه كيفية الدعم كمان لإله بالإضافة بخمس شباط نظمنا مع المستشفيات اللي هي شريكة لمركز سرطان الاطفال هلأ كمان منكون عم نسكرها ووزارة الصحة العامة نظمنا بخمس شباط بمركز سرطان الاطفال بحضور معالي وزير الصحة العامة دكتور فراس الأبيض وكان في مباحثات كمانا عن تصلية الدوق على وكيفية التغيير والتحسين كمانا بوجود الأطباء وفريق مركز سرطان الاطفال ويؤدي مهمين هالأنشطة اللي عم بتصير إن كان عم نحكي بيه المركز وحضور معالي الوزير وغيرها من الأشخاص والشخصيات اللي هن هالقدة مفروض يكونوا مؤثرين مؤثرين بالمجتمع وبعالطاقم الطب ككل والنفس الوقت يؤدي مهم بالجامعات يعني ذكرتي في أسئلة في أجوبة كانت بمحلة لحتى نكون كمان بمكان الماء لجانب الأطفال اللي مصابين بالسرطان يعني في الناس بيغيبوا على مدرسهم بيغيبوا حتى على جامعاتهم وأمور كثيرة يعني هي ما في حدا فوق رأسهم مثلا بيقولوا خيمة فشو مهم إننا نكون عم نعرف أكتر أكيد عن معاناتهم صح المدارس والجامعات يعني نحنا هدف من برامج مركز سرطان الأطفال هو نشر التوعية وكمان حملات التبرعات بالمدارس والجامعات لأن الجيل اللي يصاعد هو مستقبل المجتمع هو مستقبل مركز سرطان الأطفال هن الدعمين الجديد للمركز هن اللي حيكونوا ماشيين معنا بالمسيرة والاستمرارية فكتير مهم وكمان كتير مهم على الصعيد الاجتماعي يكون فيه توعية طبية لأن احنا برافقنا كمان بالحملات التوعية أطبها من المركز بيكونوا عم يجاوبوا على الأسئلة الطبية اللي بتخطر براس أي حدا لأنه فيه مسكونسابشن لقصة سمعينة بتتعلق الصح بتتعلق بالسرطان وهي دي نتيجة قلة حملات التوعية بس صار لليوم بكتير فيه تقدم بهذا الشي وفيه وعي كيف صار بالمجتمع ونحن عم نحاول نستمر بنشر حملة التوعية نحن معنا صور هيك مع المشاهدين رح نكون عم نشوفهم أكتر ولكن بدي استغل الفرصة ووجه تحية لكل تشابيونز الأبطال اللي عن جد كانوا مناضلين مثل ما فكرت بالمركز تعالجوا وضلوا أوفياء لهذا المركز وشو حلو وجودهم لأنه هلأ بالصور رح نشوف أطفال صغار هني هلأ بمرحلة العلاج فأدي وجود هاتشابيونز معهم لحتى يقولون لهم أو تكون إنه صورة فيها أمل لأنه نحن شفينا وكملين حياتنا وكل هاتفاصيل أدي هيدا المشهد بيبسط بمكان ريمة وبيكبر قلبكم لأنه بتحسوا عائلة كبيرة وبعدها وفية لهالمركز مضبوط لايرا تسليت الدوء على أبطال مركز سرطان الأطفال يلي هني من دونهم المركز ما بيقدر نقول الصورة الحقيقية لأنه هني أكتر دليل على هيدا الشي نحن تقريباً بالـ 2016 أسسنا حلقة الأبطال يلي هي الـ نظروا إلا ما يكونوا معنا بهذا الكلوب بهذا السيركل اليوم تضمن نشاطات تعدى للأبطال بالإضافة هني عم يكونوا دعم لألنا هني عم ينقلوا صورة مركز سرطان الأطفال هني خير دليل على هيدا الشي ويساعدونا بحملات التبرعات كمانا بالإفنتات اللي عنا إياهن عم بيكونوا جمزنا بالإضافة أنه عم بيكونوا سند للـ للأطفال الصغار يعني عم يعطون معنويات بتوجدهم بالمركز حتى في منهم صحبة مع بعضهم حتى الأهل بس يشوفوا الـ صاروا بيعرفوا بار صح بيكون لألهم هيدا الشي مشجع طبعاً مية بالمية بيتحمسوا أكتر بيمسوا أكتر بيعرفوا أن أولادهم بأيادة أمينة إن شاء الله بيتخطوا الوجع إن شاء الله بيتخطوا هيدا المرض الكتير كبير وبتعرف هيدا بتكون كمان أكبر مصدائية لكل متبرع يعني اليوم وهني بيعرفوا هاد شامسنز قيمة التبرعات لأنه هني لو ما أصحاب الأياد البيضاء يمكن ما كانوا قدروا تكملوا علاجهم عم نشوف أطفال صغار عم نشوف ابتسامة على الوجه قدي هيدا الابتسامة حلو قدي من جوا قلبك هيك بيحترق فتحية للأهل اللي عم جد عم بيكونوا موجودين وتحية لألكم كمان لأنه على فكرة كتير بنتبه مش بس لصغار حتى اللي عمرهم ست سنين وسبع سنين اللي بيكونوا أوعى طبعا من هالعمر اللي صغير اللي بعده مش فهمانين بيكونوا فهمانين وضعهم ولكن الابتسامة على وجه ويدا بيرجع كمان للمركز لأنه في شئ إنساني وفي شئ نفسي بكل معنى الكلمة صح يعني إذا بتلاحظ بكل صور الولاد هم يضحكوا صح هم يضحكوا واحد بيقول أنه كيف قادرين يكون عم يضحكوا صح رغم الصعوبات اللي هني عم يقطعوا فيها هون كمان أهمية الدعم النفسي صح يلي بقدموا المركز للأطفال الأطفال وقتها يجوا ياخدوا جرعة العلاج بشكل أسبوعي ما بيكونوا حاسين حالهم جايين على مستشفى أو أنه خايفين بالوقت اللي هني نطرين فيه فحوصاتهم أولا يشوفوا الحكيم الولنس تيم عنا بيكون محضرين لهم اكتيفتيز في منهم بيعملوا ميوزيك بيعملوا أرت كولرينج أكتر شيء بيكونوا عم يلعبوا جيمز بالإضافة للفولنتيرز يلي بيجوا بقد وقت مع الأولاد صح الحمد لله قد ما فينا نكون عم يشتغل على جانب النفسي عند الأطفال يكون عم يتخطوا هيدا المرحلة الصعبة واللي منا هيني نحنا المصاب الكبير بالسرطان منشوف قدي معاناته وقديش الوجع والصعوبة اللي بدي قطع فيه كيف الصغير قدي قادر يكون عم يتحمل جسمه صغير وضعيف قديم يتحمل الوجع سو هون عم نشوف صح هون باكتيفتي نشاطي صار دايما بيصير دايما قديم يعبروا بالرسومات بالألوان بكل التفاصيل تخلقونه دايما هيدا الجوعة جد فعلة ريمة لا ينسوا وجعهم لا ينسوا كل الأوضاع الصعبة اللي عم يعيشوا وطار الليل عم بيكون فيه علاج عم بيكون فيه أجدر الأطبة هون كمان تحية لقلهم اللي عم يعتم وقتهم هتقوليني 91% وعالي بيكبر القلب أكيد الحمد لله على أمل إن شاء الله نوصل للمية بالمية ونوصل لمرحلة ما بقى نشوف ولا طفل موجوع ولا مصابة سرطان دايما عندكم أهداف بالمركز يعني على مدى سنوات كثيرة دايما فيه أهداف فيه حبلات فيه أفكار كثيرة سنة إذا بدنا نركز على أهداف المركز لعام 2024 شو حاطين؟ أكيد هدف الأساسي لمركز سرطان الأطفال هو الاستمرارية الاستمرارية لا يقدر يقدم العلاج للأطفال يلي متواجدين بالمركز بالإضافة للحالات الجديدة يلي المركز عم يستقبلها نحن مظبوط قلنا حالياً عنا 500 طفل بالمركز وهنا تجدر الإشارة أن 500 طفل كمان موزعين على المستشفيات الشريكة يلي مركز سرطان الأطفال وسع نطاق الخدمات تعاوله لمستشفيات شريكة بلبنان بالإضافة طبعاً لبقاء المركز الطبي المستشفى الجامعة الأمريكية للشريكة الطب الأساسية هنا 500 طفل يفضل العلاجات لمركز سرطان الأطفال يغطي نفقات والتكاليف الطبية تعاوله هناك حالات جديدة كل سنة يستقبل المركز الاستمرارية لل500 حالة الموجودة بالمركز هي هدف أساسي بالإضافة لنستقبل الحالات الجديدة للسرطان ونكون نقدم العلاج لكل الأطفال بحاجة للعلاج بلبنان كثير صعب يتسكر باب مركز سرطان الأطفال أمام أي طفل وأي عيلة بعرف مرأته بظروف كثير صعبة ريمة إذا حكينا كوفيد ولا كثير من الأوضاع حتى الاقتصادية اللي قطع فيها البلد ككل تأثر مركز سرطان الأطفال بس العيون هالأولاد وهالأطفال اللي عم جد فعلاً بتحس المرض تكبرهم بس بطريقة بمكان ما إيجابية يعني اليوم العلاج عم ينعطى على أكمل وجه بس في شئ إيجابي لأنه عم ينشغل على شخصيتهم عم ينشغل على نفسيتهم فعم يصيروا وأبطال بطريقة شوي هيك فيها شوي هيك من الأمل دايماً أمنح الأمل بمركز سرطان الأطفال أكيد أكيد هاي دايماً هاي دايماً هاي دايماً ما فيها أي شك نحنا يعني كاستوف حتى كل السابورترز نحنا عم ننتد الطاقة من الأولاد يعني عم يكون إنعكاس إيجابي لإلنا نحنا الهدف طبعاً الأولاد وأهليهم هو أنه يشفى الولاد طبعاً هاي دي أهم مشاهدة فهنا بيسقط قدامها أي شيء تاني وأي تعالي تاني أي شيء بتصير معنا بالحياة طبعاً فهي دي استمرارية لإلنا صح بيشجعنا أصلاً أنتو كعيلة مركز سرطان الأطفال بتتعلموها كل يوم من الأطفال الصغر من الأهل من أي موقف ممكن تتعرضوا لإلو وإن شاء الله بتتخطوا دايماً أنتو هالولاد هالصعوبات كلها دايماً في حاجات يعني والحاجات كثيرة وعديدة ولكن الأمرار بيكون في حاجة ملحة وأمرار في حاجات تحسين حاصل مفروض بسلط الدوء عليها ولكن إذا بنا نأكد على الملحة شو هي شو فيه هلأ بحاجة مركز سرطان الأطفال ببيروت مركز سرطان الأطفال بالميزانية أو باللبنان صح صرت على نطاق كل لبنان المستشفيات صح المركز بالبجت الكبير الذي عنده إياها وهي 15 مليون دولار سنوياً نستطيع أن نأمن كلفة العلاج لكل الأطفال المتوجدين بالمركز وهنا تجدر الإشارة أنه الطفل مثل ما قلنا وقت يفوت مدة العلاج عم تتراوح ل3 سنين ممكن أكتر حسب الحالي وهي مش مقتصرة بس على السنة إذا قدرنا نأمن هي الاستمرارية هو مفتاح لمركز سرطان الأطفال للأسف نحن بالوضع اللي بلدنا عم يقطع فيه إن كان اقتصادي أما أمنة أما صحة من 3 سنين أربعة سنين لورا لحد اليوم ما عم يكون الجو مساعد طبعاً أوهين لمهمة مركز سرطان الأطفال هنا كثير مهم للا أن نواجه تحية لكل داعمين مركز سرطان الأطفال شو ما كان نسبة الدعم اللي عم يقدموه لأنه هو مفتاح الاستمرارية تعولنا نحن لو لا هن ما قدرنا تخطينا المرحلة السعبة اللي قطع فيها المركز واللي فينا نعتبرها كانت بخط أحمر ونحن أطلقنا الصرحة كمانا من خلالكم من خلال وسائل الأعلام لا تدعم مركز سرطان الأطفال ما نقول لا لو لا طفل نحن اليوم نجدد هذا النداء نجدد نداء الأطفال لكل الداعمين يمشوا معنا مسيرة إنقاذ الأطفال المصابين بسرطان بلبنان ويكونوا دعم لألون وشو ما كان مبلغ الدعم يعني هون كثير من نحب نشد أبدا حتى يعني الفاليو طبعا اللبناني هلأ مقابيل الدولار قديش صارت فيه تفاوض ما حدا يفكر بهذا الشيء أبدا لأنه نحن هيدا ارتكازنا كان ان شو ما كان المبلغ بيعمل الفرق تعرفي مع شرتنا مثل ما بيقولوا ودايمن انتو ضيوف بتجوا على بيتكن ريما كماركس سرطان الأطفال بتذكر في حملة كانت كانت دولار واحد بيعمل فرق كانت الدولار على ألف وخمسة وكان يعمل فرق اليوم الدولار صار بيحكي بمكان ما خلينا هيك نكون هلأز واقعيين فاليوم ما حدا يفكر إذا بدأت برع بشي قليل ممكن يكون مش مظبوط لو شو ما كان رح نقدر ونحنا عم نشوف صور على الهوى يمكن هالولاد لحالهم مفروض نكون كلنا إلى جانبهم لندعمهم ليكملوا علاجهم ويشفوا لأنه حيصيروا أحلى شباب على كبر تكون مرحلة مركز سرطان الأطفال وهالعلاج مرحلة عابرة متذكروها بإيجابية إن شاء الله ما تكون حملة معه ولا سلبية لأنه ذكرنا طرق التبرعات وبعرف الحاجات كثيرة بعد بس حبينا أكتر نذكر هالموضوع لأنه ممنوع يتسكر يعني هيك رح أسمح لحالي أولى إن شاء الله لأنه هدف إنساني مركز سرطان الأطفال بلبنان أمام أي شخص مين مكان يكون فكرميل هيك طرق التبرعات شو هي؟ طرق التبرعات نذكر فيها المشاهدين على طول بيقدروا يكونوا وعم يتبرعوا من خلال الويب سايت المركز سرطان الأطفال وهو ساحة cccl.org.lb للتبرعات أونلاين وإنسافة وفيري كويك فيوني يتوجهوا لأي مكتب أونتية بالأراضي اللبنانية وبيذكروا أنه حابين يتبرعوا لمركز سرطان الأطفال بيوصل التبرع كامل من دون أي تكلفة إضافية فيوني يكونوا عم يزورونا بالمركز نستقبلهم بمكتب التبرعات أكيد وكمانا فيوني يكونوا عم يعمل حوالي مصرفية حوالات مصرفية كمانا نستقبل على أكاونتات المركز مشهود على الويب سايت بيقدروا يتوصلوا معنا على الرقم المركز التبرعات اللي هو سبعين 35 15 15 لأي استفسار وأي تنسيق كرمال التبرعات هولي لارا كمانا بحب صلة الضوء على ما أنه نحن قادمين على شهر رمضان من شهر الفضيل مجدد الدعوة لدعم المركز بهذا الشهر العطاء من خلال حملة شهر رمضان اللي حيطلقه المركز قريبا إن شاء الله على جميع مواقع التواصل الاجتماعي تعولوا نقدر نزرع الأمل والبسمة لأطفال المركز من خلال هذا الشهر الفضيل يجي أفضل كمانا ومثل ما قلت قلت أحلى كلمة هيك بالختم شهر الفضيل اللي حمل معه كل الخير ونكون العطاء ودعم هالأطفال الصغار كمان أحلى شهر بيكون عم نستقبله سوا دايما من حملك سلامات لأهل هيدا وهالعائلة الحلوة بالمركز للأطفال لانتو عم تتعلقوا فيهم أيضا وهنا عم يتعلقوا فيكم وفيه سر لكن بدنا نكون وقعية وصراحية لأنه حدا عم يشفيك حدا عم يقدم لك العلاج من دون مقابل فبعتقد هيدا أحلى هدية بيخدر الإنسان بحياته شكرا لارا ونطلب من أصحاب الأياد البيضاء ذكرت الوابسايت حتى نعى أسفل الشاشة يدارفوتوا على كل مواقع التواصل الاجتماعي ويدعموا هيدا المركز وعلى الوابسايت كمان في طرق دائما إلى جانبكم ومعكم أنا بدي أشكرك ريما بيدون منصقة جمع التبرعات ونشطات في مركز سرطان للأطفال أهلا وسهلا شرفتين شكرا لإلك مشاهدينا يعني عنجات دائما بدي أقول وكرر هيدا المرض عم بيكبرون للولاد أكتر من عمرهم وبتحسوا هالوجع الكتير كبير كتير صعب هيدا الجسم الصغير انه يتحمل ولكن كتر خير الله بدعمكم ووقوفكم إلى جانب هيدا المركز عم يقدروا يكملوا علاجهم فكونوا كتر بالدعم وما تنسوا مركز سرطان الأطفال بدوري أشكركم لحسن المتابعة وعدنا بجدد بكرة ونفس الموعد فكونوا كتر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر